اشتركوا في القناة في الاقسام الداخلية لجامعة العين الاهلية في قضاء الناصرين وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان تسمما غزائيا حصل لعشر طالبات في الاقسام الداخلية بجامعة العين من سكنة محافظة المسنى ولم يكشف المصدر سبب التسمم واضاف المصدر بانه تم نقل الطالبات الى مستشفى الناصرية لتلقي العلاج فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة اسباب حالات التسمم التي حصلت للطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته